ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أمس مع تراجع وائد الديون عقبا طلب قوي على مزاد للسندات في ظل بيانات اقتصادية أحيت الآمال في تخفيض معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي في وقت لاحق من هذا العام ووسع مؤشر داون جونز الصناعي مكاسبه للجلس السابعة على التوالي بعد أن جددت بيانات طلبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة آمال خفض معدلات الفائدة وتعد السياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي محفز رئيسي لمعنويات المستثمرين في العام الحالي وأدت الآمال في أن يخفض الفدرالي تكاليف الاقتراض إلى دفع المؤشر داون جونز إلى تحقيق أكبر سلسلة مكاسب منذ ديسمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر